أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب استمرار استعداداتها لإجراء الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد للطلاب والطالبات في منازلهم خلال الفترة من السادس حتى الحادي عشر من شهر شوال من عام 1441 للهجرة وأوضحت الهيئة أن الاختبار التحصيلي التجريبي يعد إلزاميا ويقدم مجانا لجميع الطلبة المتقدمين للاختبار التحصيلي وهم في منازلهم بهدف التعرف على بيئة المنصة التي سيتم فيها إجراء الاختبار الفعلي خلال الفترة من السادس عشر إلى السابع عشر من شوال 1441 للهجرة والتعرف على أدواتها وكيفية التعامل معها بوقت كاف قبل أداء الاختبار التحصيلي الفعلي